الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد على آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته لا بد أن جريمة التعذيب هي جريمة بشعة ولا تسقط هذه الجريمة بالتقادم ويصادف السارس والعشرين من يونيو القادم اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا التعذيب وما أكثر الضحايا في وطننا السليب البحرين وما أكثر المعذبين الذين أفلتوا بفعلتهم النكرى وبجرائمهم البشعة ولذا فإننا نؤكد على عدة نقاط منها أولا التضامن الكامل مع ضحايا التعذيب وكشف ما تعرضوا له ويتعرضون له حتى يومنا هذا ثانيا ملاحقة الجلادين بشتى الصور القانونية والحقوقية وكشفهم وكشف ما فعلوه من جرائم بحق أبناء وطننا البحرين داخل السجون وخارجها وفي بعض المعتقلات السرية وبعض البيوت التي كونوها واستخدموها للتعذيب وإن هذه الجريمة والبشعة التي توسعت وشملت فلا يكاد يكون هناك بيت في البحرين لم يتعرض أحد أفراده للاعتقال والتعذيب والإيذاء من هذه الوحوش ومن هؤلاء الجلاوزة الذين يمارسون التعذيب والذين يتلذذون بتعذيب أبناء وطننا الحبيب إن هذه الجريمة استمرت لعقود طويلة ونالت من شعبنا ولابد من أن يأتي اليوم الذي يقتص فيه الضحية من الجلاد ولابد من أن يأتي اليوم الذي يحاكم فيه أفراده وقياداته عصابة النظام الخليفي المجرم وعلى رأسهم الدكتاتور حمد حيث يتحمل المسؤولية الكاملة الكاملة عن هذه الجريمة البشعة كما ولا ننسى نجليه ناصر بن حمد وخالد بن حمد اللذان تورط في التعذيب والذان عذب بعض رموزنا داخل المعتقلات والسجون إخوتي وأخواتي الكرام تضامنوا مع ضحايا التعذيب واكشفوا ما تعرض له هؤلاء الضحايا في كل مكان عبر الصورة والكلمة والفيديو وغيرها من الأدوات التي تكشف الجلادين وتكشف معاناة الضحايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة